السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية المحافظة على الصحة بعد عام الأربعين بداية أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وطول العمر بإذن الله بداية عليكم الإكثار من شرب السوائل وخصيصا الماء لأن الماء كما نعلم بأنه يساعد على تقوية الجسم بشكل كبير وهو مفيد جدا تتراوح كمية شرب الماء المنصة بها من 8 أكواب إلى 12 كوب أو لترين إلى 3 رتر وأيضا محاولة الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومحاولة التقليل من الكافاين وأيضا علينا ممارسة التمارين الرياضية خاصة المشي فبالتالي هو يساعد بشكل كبير ومفيد جدا ويعتبر بديل للعديد من الرياضات المختلفة إذ لا نستطيع القيام بها مثل القيام برفع الأفقال للرجال أو للنساء حتى فبالتالي هذا أمر مفيد جدا وأيضا نستطيع الاستعانة أيضا محاولة الابتعاد عن عملية الغضب والتوتر والانفعالات المختلفة فكما نعلم بأنها تضر جسم الإنساني بشكل كبير جدا وأيضا أهم أمر في هذا الموضوع الغذاء فبالتالي يجب أن نركز على الغذاء الغني بالفيتامينات والمعادن كما نعلم وأن نقوم باتباع بعض الحميات الغذائية الصحية التي تحتوي على الخضروات الورقية وعلى الفواكه فبالتالي هذا أمر يمد الجسم بالفيتامينات وبالتالي يقلل من التجاعد فبالتالي مما يساعد على حفاظ على شكل جميل وصحة داخلية جميلة وأيضا عليك متابعة الطبيب بشكل مستمر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر